ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم متتابع قناة ماروك أخبار يومية مرحبا بكم هذا في محد المسجدات اللي الله اليوم تفارق عوحد تفارق عيحة كبيرة ديال في قضية حمزة مون بيبي وتقدر واحد الفيديو اللي خطير بزاف سميته فيديو حصري سيغيروا مجرى القضية بالحجة والدليل هشنو العقل المدبر ديال الحمزة مون بيبي والفاعل الأصلي جاء وقالوا واحد سيد سميته عثمان موم إلى أخيره مش يدول المهم موشهد عثمان ولمو عثمان إلى أخيره المشكلة هو بزاف الناس بغوا يعرفوا شكونا وليك يخرج الهادرة شكونا وليك يخرج نورمال موكين وحد الحاجة سميته سرية تحقيق بما أنه باقي ما يدارش عد الوكيل العام وباقي ما ترفعش عالي السرية كيبقى أنه سرية تحقيق ولكن شي واحد كيخرج أرخصو يتعاقب بكل صراحة أرخصو يتعاقب لأنه كيضرب الأسوس ديال المحاكمة العادي لها كيضرب بزاف كي يقوض بين قوسين كيقوض المجهودات ديال الأمن سوف يتعاقب في واحد القاضية وانتك تخرج المعلومات وخصوصا أن هذه المعلومات تقدر تغير القضية تقدر تضغط على القضية باش يمشي في واحد المسارة وتبدل المسارة ديال المهم واحد رأس ديال اللي كيخرج ولي كيعطي خصوصا اللي كيعطي للموالي الأمريكان تحفا وصامبيلا باش ننخرج لها ديريكت وندوب المسميات تحفا وهذا كان واحد السيدة اللي كان هنا وهي بين قوسين ضاحية هي اللولة اللي كينا في حساب حمزة موبيبي ونعطيت سيدة اللي في تايلوند خرجت ولعطعت واحد الأوديوات ولانت سرب واحد الأوديوات اللي كانوا بينها الى هذه اللي في تايلوند ونعط ради هذا العصفر نعطاه هذا كش بالتفصيل كانوا هات الجوجات كيدوي وهذك الأخرى بحلها هذك يا رئيسة الفرقة اللي شعرها صفر يا رئيسة الفرقة وعطات لهذك اللي في تايلوند رمع روفا راجيتها دارا واش مفيد دارا عند الوشامات إلى آخره وقلت لها أرا كينو حد سيد جديد اللي اسميته عتمان لما نقول الاسم دياله كامل كما أشرت لي في الفيديو السابق قلت لك هذك هو رأس الحربة هذا جديد هذك واحد جديد راه هو رأس الحربة إلى آخره راجعتني المعلومات هي جديد المعلومات المهم هذك شي يبينو وحد الحاجة بزاف ديجا هذك سامبيلا نقولها وتحفى ما بغض نظر أن المشكلة التي ترى لي وحنا كنت ضامنوا معها وعلى هذك المشكلة التي ترى لي ما كانت شي مشكلة حنا متضامنوا معها ولكن هما هذك الجوج بالضبط راه قالوا الأحكام قبل ما يصدروا بتقريب كلي بيومين كلي بربعة عشر ساعة المهم كلي بأسبوع قالوا الأحكام قبل ما يصدروا وهذا راه كيدرب كيدرب في هيئات هيئات اللي كي نظمها القانون مخصمش يدو الأحكام حتى ما مشوا ما القوضات بين القوضات راكين ينفف مراكوش ومالكي يبتو في القضية دي الحمزة مو بيبي مشي لاتو حفالة لأخرى سامبيلا نحن مشي ضدهم ومن حقهم يدوي وعادك شي حرية تعبير مكفولة لهم غير أنه أنا جاوني من الساداجة أنك تقول الأحكام ديك ساعة بحالك تضرب كتضرب في الهيئة منظمة وفي النحية الثانية كتبخص لهذا، كتبخص لهذا وكتبخص لهذا فوقه القانون فوقه كل شيء في الاخرًا بتتراجعوا وقالوا حقه، احنا ما عارفين شا هدئة إلى مهم كانوا عارفي الأحكام ودبت تعرفات شا كنا مولة كتوصل لهم اللي كتوصل لهم هي هذيك اللي عندها شعر صفر ودبراه مشو داروا معها علاش دي فيد داروا معه واحد الاستجواب الى اخرى كل نار كان لقوا فيه مستجد جديد مهم من بعد ما قالوا بصدك الرئيس سيمو بن بشير هو رأس العصابة صدق رأس الحربة في ملف حمزة موبيبي صدق واحد شخصية جديدة اللي ما كانتش معروفة قالك بين البرازيل كتواجد رأي صورة دياله متداولة بك يتواجد بين البرازيل والولايات المتحدة الامريكية الى اخيره هو رأس هاد الحربة المهم هاد شي كي بين umasрафه هاد الميلف بدي هذا الوضوح التي يبال لكم aa رأس بالوضوح جميعا الأطراف空 هاد الميلف هاد اول ما southern أ mes Alyets اشوفوا كل شي بنادم اشنو كيقولوا متوشيوش غير اتجاه واحد حاولوا الانسان الضمير ديالو خاصو يمشي جميع اتجاهات انا ما كان قولش ما كان برأتش واحد من هاد الملف اولا كان ندين اي واحد اللي كافيل بالادانة او بالبراءة هو المحكمة وليس الاشخاص كما كان نوع ديالو كانوا صحفيين او اعلاميين او نشاطاء او فنانين كما بغوا يكونوا او احد ما يقدر يبرأ راسو اللي يبرأ وليك يدير هو القضاء خصوصا من اللي تحط عنده الملف لا انا ولا غيري ولا اي واحد يقدر يبرأ اي شخص مما كان كيف مكان نوع ديالو اذا خاصنا دائما نبقوا بالحيات هاد المساجد بغيت نتقاسمه معاكم باش نقول لكم ان ارامشي داكشي اللي كيبان دائما راه هو اللي كيصب فاد القادية راه هو دائما اللي كيخرجوا بالاعلام راه هو داكشي اللي صحيح ستشوفوا جميع الاعلام شكل اش كي يقول كل واحد اش كي يقول وفي الاخر انتم ملع لكم الحكم وشكرا لكم نشكركم على حسين المتابعة قناة ماروك اخبار يومي